اشتركوا في القناة السيد صادق الشيرازي لأن السيد صادق الشيرازي أبنى الشيخ النمر وهل الذي يؤبن منحرف يكون منحرف السؤال الثاني جزاكم والله خير ما هو رأيكم بالشيخ عبد الحليم الغزي يدعو إلى أهل البيت ويدعو إلى راية أهل البيت وإلى أحاديث أهل البيت ما هو خلافكم معه أن تكونوا صفا واحدا وتدعون إلى محمد وآلي محمد وأسأل الله أن يعفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا تمت إعادة المقطع لأن الجواب مات لأن الجواب البرحة ما وسعنا وما وسعنا الوقت للجواب أحنا وصينا الأخ الكريم أن يرجع إلى وثيقة الضابط والمعايير هأنذا أقرأ ثلاثة بنود في هذه الوثيقة حتى يعرف أن الحكم لابد أن يفرق ما بين المثالين الذين ذكرهما التفريق بين ظاهر الانحراف وغيره فضل الله ظاهر الانحراف بهجة ليس ظاهر الانحراف إذا كان المعظم غير ظاهر الانحراف أو يتطلب الوقوف على انحرافه إلى التحري والتدقيق أو التخصص في فهم المراد فإن المعظم له يمكن أن يعذر ويحمل على الجهل أو الغفلة أو الاشتباه ويكتفى بتخطئته ولا سيما إذا كان من غير المتضلعين أو المتخصصين بند الثاني التفريق بين المحكوم عليه وغيره فضل الله محكوم عليه المراجع العلماء حكموا عليه بالضلال والبدعة أما بهجة لم يحكم عليه أحد لذلك لا يمكن أن نساوي بين الطرفين بين من يعظم الأول وبين من يعظم الثاني إذا كان المعظم ممن حكم عليه الحاكم بالضلال والانحراف فإن المعظم له لا يعذر ولا سيما إذا توارد الحكم من أكثر من حاكم إذ تتناقص احتمالية الاشتباه عندئذ أما إذا كان المعظم غير محكوم عليه من أحد فإن المعظم له يمكن أن يعذر ويكتفى بتخطئته البند الثالث التفريق بين المرجع العادل وغيره المرجع مرجع نمر النمر ليس بمرجع لذلك لا يمكن أن نساوي أيضا بين الطرفين لأن حدود الصلاحيات تختلف إذا كان المعظم مرجعا عرف بالتقوى والعدالة وكان احتمال تعظيمه للمنحرف تقية أو تأليفا أو تقديما لأهم على مهم غير خارج هذا الاحتمال غير خارج عن الحد المقبول شرعا مما يمكن اعتبار عود فائدته على المصلحة الدينية للشخصية فإنه يمكن أن يعذر ويكتفى بتخطئته وذلك لأن دائرة تكليف المرجع أوسع من دائرة تكليف غيره وما قد يجوز له قد لا يجوز لغيره بالضرورة والعكس بالعكس فأظن أن الجواب في هذه المسألة قد اتضح المسألة الثانية كانت عن عبد الحليم الغزي نحن لا نتوافق معه منهجيا بل نعتبر المنهجية التي يدعو إليها ويسير فيها منهجية شيطانية كل من يقلل من أهمية ومحورية العقل في فهم الدين بحسب الضوابط التي جاءتنا عن الأئمة الهدات الأطهار عليهم الصلاة والسلام فهذا يقودنا والعياذ بالله إلى ما قاد الشيطان أهل الخلاف إليه من الوقوع في الحشوية المفرطة إلى الوهابية لا نريد أن ينشأ في الوسط الشيعي وهابية شيعة يعطلون العقل بزعم أنهم متعبدون بحرفية النصوص وأنهم يدفعون القياس ويدفعون الأصول إلى ما هنالك على أن الرجل لا منهجية له أصلاً إنما هو تخبط وليس من أهل الاختصاص نحن على مدرسة المفيد رضوان الله تعالى عليه الذي كان مزكاً من إمام العصر عليه الصلاة والسلام هذا الرجل الجليل الذي كان مورد عناية صاحب الأمر عليه السلام في حياته وبعد مماته أيضاً مدرسة المفيد هي مدرسة العقل العقل بحسب الضوابط قيمة التشيع هو في إعمال العقل للجمود والتحجر هذا الجمود والتحجر مما حاربه الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام فأن يأتي أخرق لكي يشطب بكلمة واحدة علم الأصول وعلم الرجال وغيرها من علوم بجرة قلم أو بفلتة لسان هذا أمر غير مقبول هذا تدمير لتراث آل محمد عليه السلام ولضوابطهم ولأصولهم كما أن الرجل الذي يدعو إلى عدم الخضوع لمقام الفقاهة لمقام المرجعية هذا أيضاً يكون عدواً لصاحب الأمر عليه الصلاة والسلام لأن الطريق الوحيد الذي رسمه المعصوم عليه الصلاة والسلام في زمان الغيبة هو طريق المرجعية والفقاهة حصراً أنا من أكثر الناس الذين ربما تأذوا من حواش المراجع كما تعلمون لكن ما يحبسني عن أن ألغي هذا السقف السقف المرجعي هو ماذا؟ هو خوف الله عز وجل واحترام الإمام عليه الصلاة والسلام والتعبد بما قال والامتثال له هو قال إنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم انتهى الموضوع إذن هي القضية مو فوضى أنه واحد يأتي ويقول للناس خلص إحنا نحدد تكليفنا وانتهى الموضوع هذه فوضى مثل هذه البيئة التي تكون طائشة في الفكر طائشة في السلوك لا ضوابط لها لا معايير لها هذه البيئة هي من بيئات الانحراف التي تفرخت في الوسط الشيعي حتى في أزمينة حضور المعصومين عليهم الصلاة والسلام ولطالما حاربوها فلذلك لا يمكن أن نتوافق مع أي اتجاه لا نكون متوافقين معه على الأصول على المنهج في ركائزه في محاوره نحن يمكن أن نتفق مع أي اتجاه شيعي في مشتركات تجمعنا شريطة أن تكون هناك ثوابت وأصول متفق عليها أما كل من يدعو إلى أهل البيت عليهم السلام الصوفية هم يدعون إلى أهل البيت شنو أروح أتوافق معهم هناك من الصوفية من له اعتقاد في أهل البيت يفوق اعتقاد ربما عامة الشيعة لكننا لا نتوافق معهم لأن هناك اختلافا في الأصول فيما بيننا وبينهم لذلك هذا الشخص غير مقبول عندنا لا هو ولا أمثاله وإنما هي زوبعة في فنجان وسوف تنتهي إن شاء الله تعالى ببركة صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام ورعايته لنا شكرا